بداية حبيب أباركلك على مسلسل وراء كل باب لحظة ضعف واللي بيتعرض دلوقتي على أحد القنوات واللي جسدت فيه دور ستة مصرية أصيلة بتتعرض لضغوط ابتماعية معينة عايزينك راشد تحكي لنا أكتر عن دور سناء في المسلسل سناء بالنسبة لي أول مجالي حبيته جداً وقعت في غرامه عارف اللي تقع في غرام دور كان دور مختلف عليها وحبيت شخصيتها حبيت حسيت أنا ستة جميلة أصيلة طيبة جدعة ستة مصرية بالمعنى الحقيقي للستة المصرية وموجودة في كل بيت مصري دي الستة اللي فعلاً بتلاقيها بتشوفها كل يوم وقريبة منك وتبقى قريبة من القلب فعشان كده سنقم لا أمعرفتش أقاومها بصراحة الحقيقي معنا ده يعتبر تغيير جلد ليك بالنسبة للرشا مهدي احنا طول عمرية أنا بنشوفها دايماً في دور طبقة معينة هي بتجسدها فالمراضي أنت عملتي حد يعني من مستوى اجتمعي مختلف عن اللي أنت دايماً بتطلع عنه فما كنتيش خايفة من التحدي ده بالعكس أنا كان نفسي في التحدي ده من زمان جداً نفسي تعرض علي أدوار من النوعية دي المشكلة أنه لا هم كانواش بيبعتولي النوعية دي فالأول مجالي سنقفى مسكت فيه جداً أنه فكرة الاختلاف مهم أنت ممثل في النهاية لازم تقدم أنواع كتيرة من الشخصيات وده اللي أنا بحبه في التمثيل فكرة التنوع ففكرة أن أنت حبيتي تعملي حاجة جديدة عشان تخرجي من القالب بتاع البنت الأرستقراطية اللي دايماً بتطلع بتجسد طبقة معينة طيب عايزة أسألك سؤال أن من الحاجات اللي لافتت نظر الناس كتير جداً في المتسلسل هو تكسيد الشخصية الست المصرية الشعبية الأصيلة من طبقة اجتماعية معينة بدون أي بقامكياج ولا فيلرز ولا هوليوود سمايل ولا الحاجات دي كلها فدي كان تحدي لكي أو أن أنت ما كنتيش خايفة من الرزق بتاع أنا أول مرة أعمل الدور ده فالناس كتير جداً تقول لك ممثلات تقول لك لا أنا أحب أن أنا أطلع بشكلي بأهم حاجة أنت ما كنتيش خايفة أن أنت يطلع بالشكل الطبيعي الشكل الطبيعي هو الحاجة الطبيعية بتوصل للقلب أصلاً لا يعني قصدي أنا مع مدرست أن الشكل الطبيعي هو أكتر حاجة بتقرب بتقربك للناس لأنه أنت لازم تكون حقيقي في كل تفاصيلك لازم تبقى صحي منهم فعلاً مش حاطة حاجة لازم فعلاً الناس ما بتعمل شعرها كل يوم يعني الست أصلاً ما بين المدرسة وصحية وحامل ومبيتها مش الشخصية اللي قاعدة كل يوم تعمل دوافرها وتعمل شعرها وتحط حتى كحل يعني حتى الحاجات البسيطة اللي ممكن تعملها هي مطحونة لدرجة أن هي وطبيعية جداً وبسيطة جداً فأنا حبيت بساطتها كده وحبيت أقدمها بالشكل ده ما حبيتش أن أحط لها نقطة حاجة عشان ما أنا عاوزها تقرب للناس وحسيت أنه هو ده أقرب حاجة أنه أنت تفضل بشكل طبيعي تماماً 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 وجمالياً أنا ما بشوفش نفيها مشكلة أن أنت تفضل بشكل طبيعي لا لا خالي زي العمر الرشا مش قصدنا حاجة بساطة لتكلم لا ولو مش عمر المسألة مش مسألة حلوة لوحش مسألة هي دي شخصية فده شكلها اللي أنا شفته مع المخرجة ومع الستايل فده الشكل اللي إحنا قررنا نعمله فبالتالي أنا لو أنا خدت خطوة تانية أبعد سنة هبعد أنا أحس أن أنا هبعد أن أحس أنها مش قريبة هعمل حاجز بينها وبين المتفرد وعشان كده الناس اللي اتفرجت على المسلسل صدقت جداً الموضوع ده وأن هما صلتوا الدوق على النقطة دي بالذات لأن احنا بنشوف مسلسلات تانية كتير في منطقة الشعبية طبعاً الستات المصرية الأصيلة الجدع ولكن بنشوف بقى طبعاً حاجات ما بتبقاش قريبة للواقع فدي هي الحاجة المميزة كمان في شخصية سناء في المسلسل الحمد لله تحب أن يكون فيه جزء تاني من المسلسل؟ لا أنا شايف أنه هو قدم الفكرة بشكله لطيف ومكسف وهي وحط كده عليها ضوء معين لنهاء الفكرة بفكرة الإدمان وتأثيره على الأسرة كبير بشكل كامل على العيل من الأطفال للكبار للصغيرين لأنه فعلاً اللي بيدخل في المرحلة دي مش بس بيدر نفسه مش بيدر نفسه هو بيدر كل العالم اللي حواليه بياخد المركب كلها وممكن يغرق بيها فهي تقدمت بشكل بسيط وبشكل مكسف وده اللي عجبني فيها إنه لا ندخل في حدوتة جديدة أحسن أوكي طب أنت إيه رأيك فعلاً في الأعمال اللي بقت عبارة عن حدوتة خمس ستة حلقات بس عجباني فكرة إنه تدخل في أعمال ما بين خمسة لعشرة لخمستاشر بشكل فهي بتخلي التكسيف وتخليك يعني قادر توصل فكرتك بشكل ما فيهوش تطويل أنا ده اللي عجبني ما فيهش مط وما فيهش رح رحة فالورق بيبقى مجدود أكتر بيبقى مجدود الإقاعة مجدود أكتر وفكرة التنوع بتديك تنوع إنت كممثل وكمخرج وكمتفرج وككلنا إحنا كلنا كسبانين فكرة التنوع والتنوع صحي أكيد طبعاً وبيبين برضو إن الممثل بيعرف يعمل كذا حاجة طيب أنت حابة تكراري فكرة إن أنت تجسدي برضو دور ستة مصرية أصيلة والستة الشعبية الجميلة اللي إحنا دايماً بنحب انتبعها أولاً أنت خلاص جربت دي وحطتيها عندك على السيفي وهتشوفي بقى دور تاني نفسك تلع بيه لا بشكل عام هي حتى في كل شخصية طبقة أو كل مكان أنت ما عندك من الشخصية أنواع كتير طبعاً جداً 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 يعني هي ما فيش شخصية إحنا ما عندناش مثلا عشر شخصيات في الحياة صحيح اللي إحنا